موسيقى عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ديما وكيف العادة مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع الاخوان واقع لما سنبقى نتاقد الدولة في الفيديو هاتي بلا ما يمشي عقلكم بعيد حتى شي واحد ما هددني حتى شي واحد ما قال ليسكوت غير نعزت فقط لقيت البلاد بدك يبان عليها تغير تغيرت البلاد بوحد السرعة قلت مع راسي حتى انا أريد أن نتغير ايه تانتوا مخصكم تغيره مخصنا نبقى في حل هكا الاخوان جاء الوقت الذي أريد أن نتغيره ونعرفوا بلي كينا تغير كل ما يقول لك طاليب فين بلك هذا التغير الى ما بلك شنته وما بليش انا بايل لوحدين اخرين وحدين اخرين شايفين بلي كينا تغير واصلا اش فيها لتغيرنا راه التغير سنة الحياة وحتى احنزدنا فيها الاخوان هضرنا بزاف على السلبيات ده باجا الوقت اللي نهضروا فيه على الايجابيات اللي وقعوا في هذه البلاد نبدو بالحوان الزوانين اللي تغيروا في عهد هذه الحكومة حكومت عزيز اخ النوش حكومت عزيز اخ النوش سكتت لي الفان يكنوا بزاف دين الاعلاميين والصحافيين كيهضروا في عهد الحكومات اللي سابقوا ده باستكتو لا الحكومة هذه ستكون واحد استراتيجية وزوينة بزاف مخلية كل واحد مخلية كل واحد على خاطره يقول لك التغير لا نعرف بأن هذا البلاد بالصح بدأ فيها التغير حتى يبدأ يتناقش داخل قبة البرلمان فلوس الفوسفات والدهب والفضة لماذا يتجبط نقاش داخل قبة البرلمان على الموارد المغرب يتناقش على العائدة الدرائب وعائدة الجماريك والسياحة ولكن يوجد عائدة لا يتناقشون داخل قبة البرلمان من غير الفوسفات لا نعرف مثلا لا يتناقشون فين كتبشي عائدة طريق السيارة في المغرب النهار اللي يفكرون يزيدوا طريق السيارة ممكن شخص الساcession من قرسيف وقرسيف ت تسلّفون من البنك الإفريقي من اللي حتى الطريق السيار تسلّفون فلوسها فين مجمع عائدة طريق السيارة فلوس لو توروش فيه تبشي هذا نضعه الى واحد القيطار ولو واحد المشروع مربح 100% كل دقيقة هذا المشروع يبدو أن لا يوجد هذا لا يوجد شيء يسبب أن خسارة هناك غير ربح. في أوروبا طريق السيار يسلمون إلى شركة معينة تستفيد من العائدة خمسة ديال السنوات. تجمع فلوس هذه الشركة لكي ندخل طريق السيارة. لا تفقى تخلص طريق السيارة. نحن فاتوا خمسة السنوات. فاتوا عشرة السنوات. فتنا خمسة عام. وطريق السيارة في المغرب تتخلص. والتي نريد أن نزيد طريق جديدة. ولا نصالحوها. نحن نتسلف. هذا الشيء لا يدخل للعقل. بالصحة الأخوان شي حاجة ما هي هذه في هذه البلاد. ونزار براكات. المسؤول على هذا القطاع. يمكن القطاع تابع لك. وش تقدر تفهمنا. ماذا هو واقع فيه. وفيك تبشي فلوس. طريق السيار. 2019 في بحديشها. دخلت طريق السيارة في المغرب عائدة تقدر ب 247 مليون الدرهم. فيك تبشي هذا الفلوس. فيك تصرف هذا الفلوس. الله أعلم. والذي يضر في الخاطر. من الذي تقرأ خبر الدولة مشاش عشان يتسلفاش. لكي تزيد تبني واحد طرف طريق السيارة. على الفلوس اللي كندخله من طريق السيارة فيك تبشي. هذه البلاد من هضروا على فلوس الفوسفات ومقالع الرمال والتروة السماكية. تخيل معي. دولة اليابان العادة. ما عنده حتى الربع ديال التروات اللي عندنا في المغرب. دولة صغيرة في المساحة. على المغرب. عدد السكان ديالة كتر من المغرب. واصلا دابة 130 مليون ناس سماك. فيتنب 90 مليون ناس سماك. اليابان عبارة عن جزيرة في قلب موحط. الدولة في التروة الطبيعية الوحيدة اللي عندها هي التروة السماكية. كل شيء من بره. ما عادين كل شيء من بره. عدد زيد دولة اليابان دائما مهدد بشكل دائم بالزنازيل والبراكين. اليابان دابة من أقوى سبعات الدول في العالم للاقتيصات ديالها قوي. هذه الناس نجحوا. ونحن ما نجحناش. لماذا؟ السببات الله يمعرف السبب بالله. حيث احنا ما قادراش من البلاد نحيط لش هذه الحاجات. الفساد. والإهمال. والفاشل. احنا ما عاطينش أهمية وأولوية. البزاف ديال الحواج اللي خصنا نعطيهم أهمية. احنا خصنا نميزي وفلوسنا على الصناعة. والنفس بها عالميا. ولكن اللي قادرا هي نميزي وفلوسنا على الكورة. والمهرجانات. والمواسم والأضريحة والبيضاء اللي ما نستفده منهم في المستقبل والو. اهم طاقة عندنا في البلاد. اللي هي الطاقة البشرية مفرقا فيها. الشباب ما نخدموش. ما نشدوش بيدو. واحنا باقي لحد الآن ما عارفنا كيفاش نتصرفوا في إدارة تروات ديال البلاد اللي عندنا. ما كان غير نهب وصرق. وبغل البلاد تقعد. كيفاش بغيتوا هذه البلاد تقعد. شوفوا حل منعام. وما قادراش نديروا شركة وطنية قوية. اللي تتصرف في المناجم ديال البلاد. مدخلين شركات أجنابية. مخلينهم كيف فرعوا في التروة ديال البلاد كيف ما بغوا. كتبينوا واحد نسبة. للشعب واللي يبقى بيناتكم كتقسموه. من حد ما كناش داخل قبة البرلمان قانون ديال التروة المعدينية. وديما كتناقش المداخل دياله أمام الملاء. إلا ما عندكش هاد الشي في البلاد. بلا ما تهضر لي على الشافافية والمصداقية والديمقراطية. وغير ما يصر العادة. في هالقمع كتار منا. السنة 2005 المجلس الاستشاري الأعلى للتروة المعدينية. ديما كتناقشوا كيف ما يصر ستستفيد من التروات ديال البلاد. احنا وش هاد البلاد ما فيها تروات ما فيها موارد ما فيها والو. لقد تناقشوا داخل قبة البرلمان. وقع البيانات يكونوا متاحين للجامع. يكونوا متاحين للمواطنين والصحفيين والإعلام. باش نعرفوا كيف يدخل من هاد البلاد وكيف يخرج من هاد البلاد. في النورويج كنا موقع سيادي من حق المواطن النورويجي. يتبع فيه شحل الدولة مثلا كتدخل ديال النفط. وبشحل كتشتريه. وبشحل كتبيعه. والدولة شنو كيبقى عليها من ذيك اللي بيع وشريها. وحتى ذاك الشي اللي كيبقى. المواطنين عارفوا فين غايت تصرف. الوضوح والشافافية عمي. الدولة خسرت المواطن كيعرفها. وإلى ربحات المواطن كيعرفها. احنا شنو اللي خسنا باش نكونوا في هاد الناس. ناس كيعرفوا الصغيرة والكبيرة على بلادهم. احنا ديما دوك الخبارات اللي كيهمونا نسمعوهم على بلادنا. كنسمعوهم غير من عن الصحافة الاجنابية. واحنا اخر ما يعلم. تروى الطبيعية ديال البلاد. رف ملك الشعب. كاملة خسرت ناقش. وخسرت تصخر المنفع العامة. المنفع المشتراكة. ماشي للخوة الخاوي. مالاخر تروى خسرت تصخر. لكي المواطنين الفقراء اللي لا يعيشون في واحد الرخاء دائم. احتلالين سيبقى عايشون من هذه التروى وطبقة معينة. والذي يبقى يتفرج. البروفيسور الأمريكي. نعم شوميسكي. قال واحد المقولة مشهورة. قال ماكينة شي حاجة اسميش دولة فاقرة. ايه ماكينة شي حاجة اسميش دولة فاقرة. اللي كان نظام فاشل. هو اللي مسؤول على الفاشل وعلى إدارة الموارد. إلاجك كلامي شوية سخون. دوزوا بالمبارد. مشبتين بالمفسدين. في حل هذه الدولة ما تقدرش تمشي إلا بهم. وتقول شي واحد فادي الناس يفرح. كيف البرلمانيين. كيف الوزارة. كيف رؤساء الجماعات. كيف المستشارين. الناس عندهم نفس الهدف. نفس التوجه. كل واحد يغمق على الشعب بطريقته. واحتري جلل أعمال الكبار من آشد المؤيدين لهذه الحكومة اللي كينة دابا. عاجبهم الطريقة باش مصيوق المغرب دابا ومسلكهم. ما عادي عندكم كل نهار تسمعوا واحد تعتاقل. ما عادي كل نهار نصبحوا على الظلم. ما عادي عندكم البلاد الطرهان كاملة للبنك الدولي. ما عادي رجعوا عودتاني لزمن المحسوبية والواساطة وباك صاحبي. وهنا سوف نفتح واحد القوس. لماذا بزاف دي المغاربة تشكوا من المحسوبية والواساطة وباك صاحبي. ومن اللي تجعلها مصلحتهم هما. يقول لك. او غير خلي الممنين يدوز. هنا شنو غادي تفهم. باللي عقلية الشعب. نحو الإصلاح ما كتساعدش. باش كل واحد ياخد حقه في هذا البلاد. نهاري. يقول لك شي واحد انا انتخليك. قول لي الله شكرا. غاب الصحة. إلا شافوني كفاءة وخدموني. مرحبا. ما كش نستاهلي صيفتوني فحالي من الأحسن. بلا ما نعمر بلاست واحد اخر. فوقاش غايجير الوقت اللي غامقون فكروب هاد العقلية. ولكن كيفاش بغيت الشعب يرفض الواساطة. وحنا عدنا وزير دير العدل يا حسرة. نجح ولده في المتيحان من يسوله الصحفيين على ولده. كيفاش نجح. قال لي ام ولدي قرف كانادا. هذا الوزير يامت المعارضة كان يقول باللي هو ضد الفاساد. ضد الواساطة. ضد المحسوبية. هذا غير ضد الواساطة. ورد ولده محامل. كو كان معاها ما نعرف شنو كان يدير في البلاد. انا اللي كيعجبني في هذا الشي كامل هو اخنوش. والده مبعدوا عليه. راح اخدام دي تجي مع راسه. والده يشطح بنادم بره. وابوه يشطحنا الداخل. على واحدة ونص. الدم دينا معاك نحس بي نهار على نهار كيتمس. إلا بغيت نقول لكم دابا. اسماء دي المسؤولين اللي توسطوا الولادهم. والطريقة بشخدموا بها ولادهم. لا تقدميش حلقة ولا جوج. كيف رجعت؟ وزيرت. جابت راجلها رجعت ومدير ديال الديوان. بلما هضروا على هذا برلماني صح رجعوا الدولة بنتوا برلمانية. وكل اللي يعملون على الحالة المدانية. هذا ما ترى في نظاركم سنبني دولة قوية. من اللي ينشق عايش في بلاد. لا يوجد ريحة الديمقراطية. فيها الرشوة. فيها المحسوبية. وباك صاحبي. كون مأكد ما ستبقى بلاسق. لهذاك اللي يقرأ ودار مجهود. هذا ما سننشعون هضروا على واحد الجريدة اسمي شاقود. من بعد ما قالت على الطالبة ديال الطب. اللي خارجين يهضروا على حقوقهم. بأنهم تابعين العدل والإحسان. خرجوا أو تاني بمنشور جديد. كي هاجموا في ذيك الطالبة اللي يرفض عامية الكلية. يسلمها الشهادة بالكوفية. وماشي غير هاد الجريدة ببحثتها. اللي هاجمت هالطالبة. بزاف. من بينهم واحد خونة اللي وليت. نحشم نجبة تسميته. على الفيديوهات ديالي. عرفت علش حيث صلقوت في هضرته. ماكي عرفش يدوي. كل يمشى بعيد. واخرج الضامن مع ديك عامية الكلية. وقال لي بغا فاليستين. يمشي ليها. بنيوبينكم في المغرب. ما بلكمش بلي كتروا بزاف ديال الصهايين الجدود. بغيش غير نعرف هاد الناس. فاش قلقتهم ديك الكوفية اللي يلبسها ديك البنج. رجعوا سيدي عاو تاني. لذلك الموقع اللي كتبوا في دك المنشور كما تحبو. قود. رفض عامية الكلية يعطيش هذا للطالبة. اللي جاءت تنادل بالكوفية. في بلاس القراية. والقراية اللي يكتبوا هاد الهادر غنقول له او حد الحاجة. هاذا كسمي شو حفل التخرج ديال المتفوقين. ماشي بلاسة ديال القراية الكاسون. من الاحسن. ما كانش عليكم تكتبوا كما تحبو قود. كون كتبتوا كما يحبوا ليهود. حيط رجعوا بحال ليهود في هذه البلاد. خرجتوا ليها طاي طاي. بالنسبة اللي كيقولوا عبار عليها. عنده الحق. شمن حق تهضروا عليه. ما هو المنطق اللي كتفكروا به. هذيك الطالبة متفوقة. قدرات تدير شي حاجة في حياته. ماشي في حالكم باقا. مقابل اللي غال هادر الخاوية في التعاليق. مادر تولوا في حياتكم. هذك العاميذ. اللي انتم مكتدامنوا معاه. وتبرق منه الجميع. قل لك كان ضيف شرف. باش ما نحق. يقيس الطالبة في حويجة. ولكن شنو كتسن من واحد يدعم كاين. لكي يغتاسب الأرض والعرض. لكي نعرف مالذي الصهايينة معنا عايشين في البلاد. إذا كان العمداء كلية الكبار في الجامعات الأمريكية. سلموا الشواهد للطالبة بالكوفية. انتم ما باش من الحق. سترفضوها. وهذا البنت. اللي كيقولوا ما عنداش الحق. لا أخويا من حقها تعبر على رأيهك ما بغت. من حقها تلبس اللي بغت. من حقها تضامن مع واحد الشعب اللي كتعرض للإبادة الجامعية كل نهار. ومن اللي ما بغيته هالطالبة تلبس الكوفية. ماذا بغيته هالطالبة تلبس؟ الشعب اللي باش بنادم يبقى على خاطره. راه من اللي كتبشي تقرار. تعارق في بعض المواقع المصاهينة. كتشوف الدناء اللي وصلوا لها شي وحدين عندنا في المغرب. كتبك تقول عم عراسك. واشحنا بصح في دولة إسلامية. ونخليه يقع الإسلام بعيد. واش بنادم ما بقاش في قلبه الرحمة. ما بقاش في قلبه الإنسانية. راه تضامون في الظروف اللي كيدوزوا منا خوتنا الفيرسطينيين. راه هي أقل حاجة يمكننا نديروها معهم. ودابا غادي نكون وصلت لنهاية هذا الفيديو. أعمي. كان معاكم دك خون اللي كتعرفوه. بل ما يحتاج يسمي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا